سلط المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع الثلاثة في برلين خلال النسخة الرابعة عشر من معرض إنوتخانس الضوء على التموقع الاستراتيجي للمغرب في مجال التنقل والصناعة السككية وخلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمعرض إنوتخانس الفين واربعة وعشرين وهو أحد أكبر المعارض الدولية المخصصة لتقنية النقل والتنقل السككية استعرض السيد الخليع الكيفية التي رسخ بها المغرب مكانته كفاعل رئيسي على المستويين الإقليمي والقارية في قطاع السكك الحديدية